لو الحكاية فيها إنا ذيكو ارتياح العامة اللي كانت موجودة في المهرجان أولا ما حدا كان متوقع أنه في مصر ريتقدم شي ناجح بهذه الدرجة فهذا ساعد في أنه الناس يكون يعني هناك يجدون ظلتهم في هذا المهرجان الشي الثاني أنه في الحقيقة كثير من الأشياء تحققت حتى على مستوى المفاجئة بالنسبة أنه بشكل إيجابي كبير يعني مثلا نحن ما كنا نتوقع أنه يكون هذا العدد الكبير من الحضور على اعتبار أنه في الدورة الأولى والثانية والثالثة أنت تبني بجمه المالتك وأيضا كون أنه تتعمل لهذا المهرجان في منطقة هي نفوسها تقريبا 12 ألف نسمة يعني أنت موت تتحدث عن القاهرة اللي بيها 20 مليون نسمة متواجدين على الأقل في صباح القاهرة لكن هذا كان فتشي إيجابي جدا بالنسبة لنا شكرا